ساعة الزبادي طبعاً أكيد أكيد كل بيت عارف بتتعمر إزاي وما فيهاش أي فكرة جديدة هتعالوا نشوف ما قدرنا إيه الأول أنا عندي زبادي عندي خيار متأشر وفرماء عندي شوية طول مفروم وعندي نعناع أخضر فرش مفروم هحط أول حاجة الزبادي هحط الخيار المبشور ونعناع المفروم والثوم طبعاً المفروم هحط طبعاً شوية ملح وفلفل وهقلب كل ده مع بعض كويس قوي ورحة النعناع المفروم والثوم على طول تلعت كده صارت فت الزبادي بتاعيبنا جهزة هنحطها في طبقة تقديم كده صارت فت الزبادي تكون جهزة ممكن نخط على وش شوية بقى دونس كده ترجمة نانسي قنقر